قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة ومنهم وعفيف متعفف فالعفة طريق إلى جنات النعيم لأنها نهي للنفس عن هواها ومنع لها عما لا يحل لها وقد قال سبحانه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ولمكانة العفة وأهميتها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويطلبها فيقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وأمر بها عليه الصلاة والسلام وحفظ عليها فلما سأل هرقل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بماذا يأمركم؟ قال أبا سفيان له يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فالعفة واجب ديني ومبدأ أخلاقي ومظهر مجتمعي وسلوك حضاري تصان به أعراض الناس وتحفظ به الفضيلة في المجتمع وذلك بتحكم المؤمن في رغباته والاستعانة بالله تعالى على ذلك علمنا من برجامع الشيخ زيد الكبير في جمعتنا هذه أن من أهم صور التعفف تعفف الإنسان عن أموال غيره فلا يتطلع إلى ما ليس من حقه قال صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله علمني عملا يدخلني الجنة فقال كف لسانك إلا من الخير فالمؤمن الذي يرجو الجنة يعف لسانه فلا يتكلم إلا طيبا ولا يقول إلا حسنا وينأى بنفسه عن التلفظ بما يختش الحياء والعفة ويتجنب ذكر الناس بما يؤذيهم شكرا